سفراتك كثيرة كانت في مصر و لمصر هلأ هي بالزبط مش كثيرة عملياً لأ أنا يعني حدا من أهلي مقيم هناك والله لاحقتك شهر شهر ونص ها بدنا شعلا أطول الأجندة وأعرف و وين بمصر وين رايحها عمصر وين جايب مصر مش قادرة مش قادرة هي أختي بصراحة فأنا على طول كل شهرين ثلاثة لازم أروح بس آخر يعني روح إلي تعرفت على موسيقى اسمه معتسم الأسيوتي كان المفروض يكون فيه شغل بس أنا استصعبت أن أروح أستخر هناك مرة واحدة كنت لس أنا رايحة أشوف الوضع كيف فهو طلب إني أنه خلص أنه إطلع لي الإقامة وأقعد هناك أنا بالنسبة لي كانت صعبة شوية قلت لأ بدها دراسة أكتر وكان فرصة ثانية حلوة أنه خلاني أشارك بحافلة صغيرة بدار الأوبرا المصرية هي بالمسرح الصغيرة بس كانت تجربة كثير حلوة كان عامل مدلي أغاني إحنا من نغنيها لي عزز علي النوم وقلت لي بتحبيني فكان عامل الأغاني هاي فكان بالنسبة لهم غريب لأنه كل الأغاني كانت موجودة باللهجة المصرية وكلهم كانوا أردنيين فلما طلعنا أغانينا هاي الأغانية مش كثير مسموعة هناك مع أنها معروفة فأحد من الجمهور إنت منين؟ أنا من الأردن فهم عارفوا من اللهجة أني أنا أطقنيتها فكانت تجربة كثير حلوة موسيقى موسيقى